يسعد اخوانكم في منتدى فرشان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات ان يقدموا لكم هذه المادة ان يتفنن علماء الحديث او بعض علماء الحديث في عرض المادة العلمية الجافة عن طريق قصيدة غزلية فهذا هو العجب والعجاب علم جامد يسبكه في قصيدة غزلية لرجل محب ارسل رسالة الى حبيبه يتوجع من الم الفراق ويبين له انه على العهد في المحبة وانه مشتاق اليه بل انه يهيم به هل يخطر على بال احد ان يسبك العلم الجامد كعلم الحديث الاقصد علم جامد علم اه لا يعني في قصيدة غزلية وبارق لفظ يكون فقد رأيت في هذه المرة ان اتحفكم بهذه القصيدة الغزلية التي ذكر فيها هذا العالم عنوين علم الحديث طبعا ما دخلش في القواعد انما ذكر الايه ذكر العناوين وهذا العالم هو احد من شيخ الامام الذهبي وهو معروف بابن فرح الاشبيلي الاندلسي شو بيقول ايه طبعا انا يعني ساذكر لكم القصيدة وابين لكم مواضع علم الحديث فيها عشان تعرف ازاي هذا العالم وفق ولانت له الالفاظ كأنها يعني ايه كأنها عجينة استطاع ان يصرفها كما يحب بيقول بقى هذا المشتاق المحب بيكلم حبيبه يعني بيقول له ايه بيقول له غرامي صحيح والرجى فيك معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ووجدي فيك يشهد القلب انه ضعيف وموضوع وذلي اجمل ولا حسن الا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فانقل وامري موقوف عليك وليس لي على احد الا عليك المعول ولو كان امري مرفوع مرفوعا اليك لكنت لي على رغم عذال ترق وتعذل وعذل عذولي منكر لا اسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل اقضي زماني فيك متصل الاسى ومنقطعا عما به اتوصل وها انا في اكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا اطيق فاحمله واجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي الا مهجتي تتحلل فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي المبلبل ومؤتلف وجدي وشجوي ولو عتي ومختلف حظي وما فيك آمل خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه الرمت شرحا اطول غريب يقاس البعد عنك وما له وحقك عن دار القلى متحول طبعا هو الصحيح ان يقول وربك ليه لان طبعا الحلب غير الله طبعا لا يجوز وبعدين وربك لم ينكسر الوزن بها يقول غريب يقاس الوجد يقاس البعد عنك وما له وحقك عن دار القلى متحول عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور اوصاف المحب التذلل فرفقا بمقطوع الوسائل ما له اليك سبيل لا ولا عنك معدل اوري بسعدة والرباب وزينب وانت الذي تعنى وانت المؤمل فخذ اولا من اخر ثم اولا من النصف منه فهو فيه مكمل ابر اذا اقسمت اني بحبه اهيم وقلبي بالصبابة مشعله اه دي ما يعني قصيدة من عشرين بيتا زي ما انت شايف في ارق لفظ يكون علم الحديث فين في القصيدة دي كلها شو بيقول ايه بالغرامي صحيح دي بقى اشارة الى الحديث صحيح اهو فيك معضل اشارة الى الحديث المعضل ودمعي وحزني مرسل ادي الحديث المرسل ومسلسل ادي الحديث مسلسل غرامي صحيح والراجع فيك معضل قالت صحيح ودي معضل ودمعي وحزني مرسل ومسلسل ووجدي فيك يشهد القلب انه ضعيف ادي الحديث الضعيف ومتروك ادي الحديث المتروك اهو وذلي اجمل ولا حسن ادي الحديث الحسن الا استماع حديثكم مشافهة ادي المشافهة ان انا زي ما انا بكلمك دلوقتي انا اسمينا اشافهك يملى علي فانقل ادي الاملاء في حاجة اسمها سنة الاملاء عند المحدثين وامري موقوف عليك موقوف ادي الحديث الموقوف الوالكلام الصحابي يعني عليك وليس لي على احد الا عليك المعول ولو كان مرفوعا ادي الحديث المرفوع وهو ما يعزى الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ادي الحديث المرفوع ولو كنت لي على رغم عزالي ترق وتعذل وعزل عذولي منكر الحديث المنكر لا اسيغه وزور وتدليس الحديث المدلس يرد ويهمل ادي المهمل خلاص بلاش يرد ويهمل ادي الا انها هيجي المهمل بعد كده اقضي زماني فيك متصل الاسى ادي الحديث المتصل ومنقطعا عما به اتوصل ادي الحديث المنقطع وها انا في اكفاني هجرك مدرج في حديث المدرج كلام اللي بيضيف الراوي على الحديث من جهة التفسير تكلفني ما لا اطيق فاحمله واجريت دمعي بالدماء مدبجا في حاجة اسمها الحديث المدبج وروية الاقران وما هي الا مهجاتي تتحلل فمتفق جفني وسهدي وعبراتي ومفترق صبري وقلبي المبلبلو المتفق والمفترق والبيت اللي بعده المختلف والمؤتلف وبعدين قالوا وذي نبذ قالوا قذي الوجد عني مسندا ومعنعنا ادي الحديث المسند والحديث المعنع اللي هو عن فلان عن فلان عن فلان تمام فغيري بموضوع الهوى يتحلل وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر الحديث المبهم اللي فيه رأيه مبهم يعني وغامضه الرمت شرحا اطوله غريب ادي الحديث الغريب يقاس البعد عنك وما له وربك عن دار القلة متحول عزيز بكم صب العزيز اللي هو حديث العزيز صب ذليل لعزكم ومشهور اوصاف المحب تذلل ادي حديث المشهور فرفقا بمقطوع الوسائل ده الحديث المقطوع وهو ايه ما قاله التابعي ما له اليك سبيل ولا عنك العديل اوري بسعد هو كده خلص كده خلص ايه يعني القاب الحديث بس هو عمل لنا مفاجأة في الاخر انه ذكر اسم من يحب بس فرقوا وعملوا بطريقة الغاز فانت شوف بقى ازاي اسم اللي بيحبه ايه في الابيات اللي بقول لك وري بسعدة والربابي وزينبة وانت الذي تعنى وانت المؤمل خلص خلصنا على كده هيقول لك بقى ازاي تعرف كيف تعثر على اسم حبيبه في هذه الابيات بقول لك ايه فخذ اولا البيت اللي جاي اللي بعد ده فخذ اولا من اخر ثم اولا من النصف منه فهو فيه مكمله ابر اخر البيت بقى اللي فيه اسم الايه اسم اللي بحبه بقول ابر اذا اقسمت اني بحبه اهيم وقلبي بالصبابة مشعله اسم حبيبه في اول البيت اول الشطر الاول وكملته في اول الشطر التاني ابر اهيم يبقى اسمه ايه ابراهيم يعني شوف بعد الحدوتة دي كلها طالع ابراهيم مش زي ما كان حد متوقع يلاقي اي حاجة ابر اذا اقسمت اني بحبه اهيم وقلبي بالصبابة مشعله